ازايكم ياولة سنوية عاملين ايه؟ اراب تكونوا بخير في درس النهاردة هنشرح تركيب الخلية وفي درس النظرية الخلوية قلنا ان الخلية هي وحدة البناء والوظيفة في جميع الكائنات الحية لانها بتتميز بالقدرة على النمو والتقاصر والاستجابة للمؤسرات الخارجية والقيام بالعمليات الايدية المختلفة سواء كان الهدل او البناء وعلشان الخلية تقدر تقوم بكل الوظيفة المختلفة دي اكيد جواه تركيب واجزاء مختلفة بتساعتها علشان تقوم بالوظيفة دي علشان كده النهاردة هنشرح اجزاء الخلية الخلية بتتكون من كتلة بروتوبلازمية بتكون محاطة من الخارج بغشاء اسمه غشاء الخلية او الغشاء البلازمي الكتلة البرتوبلازمية دي بتنقسم الى نواة وسيتوبلازم والسيتوبلازم بيحتوي على هيكل الخلية ومجموعة من التركيب اللي بيطلق عليها اسم عضيات الخلية وعضيات الخلية بتنقسم الى عضيات غشائية يعني بتكون محاطة بغشاء وعضيات غير غشائية يعني مش بتكون محاطة بغشاء العضيات الغشائية بتشمل كلها من الشبكة الاندوبلازمية وجسم جولجي والليسوسومات والميتوكوندريا والفاجوات والبلستيدات والعضيات غير الغشائية هي الريبوسومات والجسم المركزي او السنتروسور يبتعال نشوف تركيب الخلية تاني اول حاجة وانا هي بتتكون من البروتوبلازم وبتكون محاطة من خارج بغشاء او بجدار الخلية الجدار الخلوي بيكون موجود في الخلية النباتية والغشاء الخلوي او الغشاء البلازمي بيكون موجود في الخلية النباتية او الحيوانية وبالتالي نقدر نقول عليه انه هو موجود في جميع اجسام الكانات الحية على عكس الجدار الخلوي اللي بيكون موجود في النباتات بس والبروتوبلازم بيشمل النواة والسايتوبلازم النواة بتتكون من غشاء نووي ونوية والسائل النووي والكروماتين والسايتوبلازم بيحتوى على عضيات الخلية اللي قلنا أنها بتنقسم لعضيات غشائية بعضيات غير غشائية تعال نشرح أول حاجة وهو الجدار الخلوي الجدار الخلوي بيحيد بالخلايا النباتية وخلايا التحالب والفطريات وبعض أنواع البكتيريا ولا يحيد بالخلايا الحيوانية علشان كده ما نقدرش نقول عليه أنه هو موجود في جميع الكهنات الحية الجدار الخلوي بيتكون بصورة أساسية من ألياف السيرولوز والسيرولوز احنا عارفينه في درس الكاربايدرات هو عبارة عن سكر معقد بيكون ليه وزن جزي كبير وغير قابل للزوابان في الماء وهو عبارة عن بوليمر مكون من وحدات صغيرة تسمى الجلوكوز وكل الصفات اللي بتنطبك على السيرولوز بالتالي بتنطبك على الجدار الخلوي وظيفة الجدار الخلوي هو أنه بيقوم بحماية ودعم الخلية ويكسبها الشكل المحدد لغير أنه بيسمح بمرور المية والمواد الزعيبة فيه بسهولة لأن الجدار الخلوي بيكون مسقق نيجي بعد كده للغشاء البلازمي اللي هو غشاء الخلية الغشاء البلازمي بيحيد بسيتبلازم الخلية النباتية والحيوانية يعني موجود في جميع الكينات الحية والغشاء البلازمي هو عبارة عن غشاء رقيق بيتكون من ثلاث حاجة أول حاجة بتكون منها الغشاء البلازمي هو طبقطين من جزيئات الفسفلبيدات السائلة وكل منها بيتكون من رؤوس محبة للماء بتقابل الوسط المائي سواء كان خارج الخلية أو داخل الخلية وبتحتوي على زيول والزيول دي بتكون كاريحة للماء بتكون موجودة داخل حشوة الغشاء والسبب في إن رؤوس الفسفلبيدات بتكون محبة للماء هو مجموعات الفوسفات اللي بتكون لها القدرة على الإنجزاب إلى جزيئات الماء وبتكون رابط هيدروجينية معها ولكن الزيول بتكون كاريحة للماء يعني بتكون غير قابلة للزوبان في الماء وده بسبب إن هي بتتكون من الأحماض الدهنية الموجودة في تركيب الفسفلبيدات ويعتبر الغشاء البلازمي تركيبا سائلا بيشبه طبقة الزيت اللي موجودة على سطح الماء لأن الفسفلبيدات المكونة ليه هي عبارة عن مادة سيلة والسبب في الطبيعة السائلة للفسفلبيدات دي وبالتالي الطبيعة السائلة للغشاء البلازمي هو إن الحمضيين الدهنيين اللي موجودين في جزيء الفسفلبيدات واحد منهم بيكون حمض دهني مشبع والتاني بيكون حمض دهني غير مشبع تاني حاجة بتكون منها الغشاء البلازمي هي جزيئات من البروتينات المطمورة بين طبقتي الفسفلبيدات والبروتينات دي بيكون لها وظيفتي أو الوظيفة بعضها بيعمل كمستقبلات لأنها بتعتبر مواقع تعرف الخلية على المواد المختلفة زي المواد الغذائية مثلا والهرمونات وغيرها تاني وظيفة للبروتينات دي هو إن بعضها بيعمل كبوابات لمرور المواد من وإلى الخلية نجي بعد كالثالث حاجة بتكون منها الغشاء البلازمي وهي جزيئات من مادة الكلسترول اللي بتكون مرتبطة بجزيئات الفسفلبيدات مما يعمل على إبقاء الغشاء متمسكا وسليما وبالتالي الغشاء البلازمي بيحتوي على ثلاث أنواع من الجزيئات البيولوجية أول نوع هو الكربويدرات ودي بتتمثل في ألياف هيكل الخلية اللي بتكون موجودة في الغشاء البلازمي تاني نوع هو الليبيدات اللي بيكون في منها مشتق اللي هو الكولسترول والليبيدات المعقدة اللي هي الفسفلبيدات تالت نوع من الجزيئات البيولوجية الكبيرة هو البروتينات اللي بتكون مطمورة ما بين طبقتي الفسفلبيدات غشاء الخلية هو غشاء بيكون شبه منفز لأنه بيحتوي على صقوب صغيرة جدا وبيتميز بخاصية اسمها خاصية النفذية الاختيارية والخاصية دي بتخليه يسمح بمرور بعض المواد من خلاله بصورة حرة وفي مواد تانية بتمر ببطء بينما بيمنع نفاذ مواد أخرى وكل ده بيكون حسب حاجة الخلية وبالتالي بتكون وظيفة الغشاء البلازمي هو أنه بيغلف الخلية وبيفصل بين محتوياتها والوسط المحيط بيها وبالتالي بيمنع انتشار البروتوبلازم خارج الخلية وتوني وظيفة ليه هو أنه بيقوم بدور أساسي في تنظيم مرور المواد من وإلى الخلية لأنه بيتميز بخاصية النفذية الاختيارية يبقى لو نعمل مقارنة كده بالترتيب ما بين الجدار الخلوي والغشاء الخلوي أو الغشاء البلازمي أول حاجة من حيث أماكن التواجد الجدار الخلوي بيحيد بالخلايا النباتية وخلايا الطحالب والفطريات وبعض انواع البكتيريا ولا يحيد بالخلايا الحيوانية إنما الغشاء الخلوي بيحيد بسيتوبلازم الخلايا النباتية والحيوانية ومن حيث التركيب الجدار الخلوي بيتكون من علياف السليلولز انما الغشاء الخلوي بيتكون من طبعتين من الفسفربيدات بيتخللها جزئيات من البروتونات وبترتبط بجزئيات الفسفربيدات جزئيات من مادة الكوليسترول ومن حيث الوصف الجدار الخلوي بيكون جدار مسكب مفذ للماء بينما الغشاء الخلوي بيكون غشاء رقيق شبه منفذ للماء والمواد الزائبة فيه ومنحيث الوظيفة الجدار الخلوي بيعمل على حماية تدعيم الخلية ويكسبها شكل محدد وبيسمح بمرور الماء والمواد الزائبة خلاله بسهولة بينما الغشاء الخلوي بيغنف الخلية ويفصل بين محتوياتها والوسط المحيط بيع وبالتالي بيمنع انتشار البروتوبلازم خارج الخلية وبيقوم بدور أساسي في تنظيم مرور المواد من وإلى الخلية نجي بعد كده للبروتوبلازم والبروتوبلازم بيحتوي على النواة والسيتوبلازم أول حاجة النواة النواة بتاخد الشكل القروي أو البيضاوي وبتكون أوضح وضيات الخلية تمييزا تحت المجر وبتتواجد غالبا في وسط الخلية وبتتكون من أربع حاجات أول حاجة الغشاء أو الغلاف النووي تاني حاجة السائل النووي تالت حاجة النوية رابع حاجة الكروماتين أو الشبكة الكروماتينية الغشاء أو الغلاف النووي هو عبارة عن نشاء مزدوج بيحيط بالنواة وبيفصل محتويات النواة عن السيتوبلازم وبيحتوي على العديد من السقوب الدقيقة اللي بتمر من خلالها المواد ما بين النواة والسيتوبلازم إنما السائل النووي هو عبارة عن سائل هلامي شفاف داخل النواة بيحتوي على النواة والكروماتين النواة سعب بتحتوي على نواة واحدة أو ممكن تحتوي على أكتر من نواة خاصة في الخلية المختصة بتكوين وإفراز المواد البروتينية لأن النواة بتساعد على تصنيع البروتينات زي الإنزمات والهرمونات وغيرها والكروماتين أو الشبكة الكروماتينية هي عبارة عن خيوط دقيقة متشابكة وملتفة حول بعضها الكروماتين بيتحول أثناء انكسام الخلية إلى تركيب عصوية الشكل تسمى الكروماتين تسمى الكروماتين أو الصبغيات الكروماتين أو الصبغي بيكون أكتر وضوحا في المرحلة الاستوائية للانكسام الخلوي بحيث أنه بيظهر على شكل خطين متصلين عند منطقة مركزية تسمى السنترومير ويسمى كل خط منهم باسم الكروماتيد وبيتكون كل كروماتيد من الحمد النواة اللي هو الـ DNA ملتفة حول جزيئات من البروتينات تسمى الهستونات ووظيشة الحمد النواة DNA هو أنه بيحمل المعلومات الورصية اللي هي الجينات وبالتالي بيكون مسؤول عن ضبط شكل الخلية وبنيتها وتنظيم الأنشطة الحيوية لخلايا الكائن الحي ونقل الصفات الورصية من جيلة لآخر عن طريق عملية التقنصر وكمان نخلي بالنا أن الكروموسوم مش بيكون في جميع المراحل الانقصام الخلوي سناي الكروماتيد لأنه ساعات بيكون أحادي وساعات بيكون سناي الكروموسوم بيكون سناي الكروماتيد عند بداية الانقصام الميتوزي لحد الطور الاستوائي وبيكون أحادي الكروماتيد في الطور الانفصالي والنهاي من الانقصام الميتوزي وفي الحالة دي بيسمى باسم الكرومسون البنوي وبكده نبقى خلصنا الجزء الأول من شرف تركيب الخلية اشتركوا في القناة